اشتركوا في القناة حيث سينتظم طلبة المدارس الحكومية في صفوفهم في الرابع من سبتمبر المقبل وعملت الوزارة على استكمال التأكد من أعمال الصيانة لعدة مبان أكاديمية وفصول دراسية وتأمين الخدمات والمرافق المساندة للعملية التعليمية بهدف التأكد من جاهزية المدارس وما تحتويه من مرافق وخدمات لاستقبال الطلاب بمختلف مراحلهم والهيئتين الإدارية والتعليمية وبما يدعم الاحتياجات المختلفة للمنشآت التعليمية ويضمن استمراريتها في القيام بأدوارها التنموية المنشودة